ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر القطاع الرياضي متطلعين إلى زيادة الجهود المساهمة في تطوير وارتقاء المنظومة الرياضية متمنين سموه كل التوفيق والنجاح للناديين وقد طلع سموه على عرض موجز من رئيسي الناديين حول خطط وبرامج الناديين للمرحلة المقبلة منوها سموه بما تحمله الرؤية المستقبلية من نهضة تنموية شاملة تسهم في تقدم الرياضة وتدفعها نحو إحراز المزيد من النجاحات التي تعزز من موقع مملكة البحرين على خارطة الرياضة القرية والدولية من جانبهما قدم رئيس نادي المعامير سعادة سيد راضي محمد أمان ورئيس نادي النويدرات سعادة سيد محمد علي اسماعيل الشكر والتقدير إلى سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة على تفضل سموه بهذه الزيارة مؤكدين أن الزيارة تتحكس التقدير الكبير الذي يليه سموه بجميع الجهات الرياضية مضيفين أن ذلك يعكس حرص واهتمام سموه على دعم الجهود بهدف تحقيق نهضة شاملة في القطاع الرياضي لإحراز المزيد من النجاحات معاهدين سموه للمضي قدما نحو مواصلة العطاء لتحقيق كل ما من شأنه رفعة وازدهار الرياضة البحرينية هذه الزيارة من أهم الزيارات تشكل لنا داعما وحافزا بمواصلة الدرب وبالعطاء أكثر وأكثر وبأن نكون في خدمة مملكة البحرين في تطور أكثر على اعتبار بأننا سندا داعما يقوينا من أجل التطوير ومن أجل الخطوات أكثر ونسير في درب واضحا وسهل ويدلل لنا الصعب أعطتنا أيضا إضافة إلى الدعم والحماس بأننا نكون في مجال التطور أكثر وبأنه أوضح سموه بأن هناك خطط فعلا لتطوير الأندية على مستوى مملكة البحرين تمنياتنا له بالتوفيق إن شاء الله والسداد في هذه الخطوات التي يخطوها من أجل مملكة البحرين تفضل سمو الشيخ خالد بن حمد لزيارة النادي هاي نعتبره وسام وإحنا متفاعلين بسموه وسمو الشيخ ناصر وهم المسؤولين عن الرياضة اليوم في البحرين لهم رؤية مستقبلية للبحرين وقد أكد لهذا الأمر ويتفاعلنا وهذا يثبته الإنجازات التي تتأمت في عهد إمام ونحن متأكدون أن هدف الزيارة هو أن يستمع إلينا مباشرة ليعرف احتياجات القرية واحتياجات النادي وبالتالي هي بتكون دفعة قوية للرياضة في القرية وبالتالي تنعكس إيجابيا على البلد